اكتر من نصف الاموال المتودة ولا في الجزائر يتم تداولها داخل الاسواق الموازية للعملة والمواد الغذائية والكهر منزلية وامام اعين الحكومة هؤلاء لا يملكون سجلات تجارية ولا ارصدة بنكية ولا حتى بريدية والحكومة تعلم هذا جيدا هؤلاء يتحكمون في اقتصاد الجزائر وفي اسعار كل السلع والمنتجات ينشطون في اسواق السكوار والسمار والعلماء يوفرون الاف مناصب العمل ويربحون الاف الملايير لكنهم لا يسددون لا ضرائب ولا رسوم اسعد الله مساءكم قبل شهرين الحكومة الهندية تعلن عن وقف التعامل ببعض الاوراق النقدية بهدف مكافحة الاموال المكتسبة في السوق السوداء والعائدات غير المشروعة والتهرب الضريبي والفساد وكذا الاموال المزورة وبعد شهر فقد تكدست البنوك الهندية بتلك الاموال فاذا كانت هذه الحلول متاحة امام الحكومة لماذا لا يتم تغيير العملة أليس هذا الاجراء سينهي معاناة الاقتصاد ما الذي يخيف من اتخاذ هذا الاجراء الاسواق الموازية ملايير دولارات خارج سيطرة الحكومة موضوع عدد اليوم من برنامج النقاش الاقتصادي مشاهدين الكرام اهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج النقاش الاقتصادي اسعد باستضافة السيد صالح سليماني الصحفي المختص في شؤون الاقتصادية مرحبا بك مرحبا بك كما اسعد كذلك باستضافة الأستاذ الجامعي والمحلل الاقتصادي السيدة رضا طير مرحبا بك سيدي ربما ابدأ معك سيدة رضا نصف الاموال المتداولة في الجزائر الان خارج المنظومة البنكية خارج الدوائر الرسمية كيف يمكن استقطاب او جلب هذه الاموال شفنا محاولات كثيرة اجراءات كثيرة قرارات كثيرة من قبل حكومة اخرها القرض السندي لنمو الاقتصادي لكن هذا لم يجلب اي سنتيم كما يقول مراقبون اه يا ابدأ ابدأ قضية السوق الموازية او السوق الغير رسمي في الجزائر هو قضية ما زالت دائما عندها صيفة الطابو صيفة الطابو من ناحية انه الارقم اللي راي نسمعها 35% 50% من الكتلة النقدية وما الى ذلك هي ارقام فقط تقديرية وتعطيها ربما اعطتها مصادر رسمية غير رسمية لكن ما في حتى واحد قادر على تقييم هذا السوق لانه هي السوق خفية سيتوني ايكونومي تسوتيغان بغو بوزيسيون على ايكونومي تسوتيغان هي ارقام تقريبية تقريبية لكن هي ربما قادرة تكون اكثر هذا الاقتصاد الغير رسمي والاقتصاد الاسواق الموازية وفيه قسمين وفيه جزئين وفيه جزء واحد خاطر ومذر جدا هو الاقتصاد الغير رسمي اللي نعيط له الايكونومي الليغاليزي ولا الايكونومي السوتيغان وفي الاقتصاد الغير رسمي الانفورمال الانفورمال على الميتون بولاكسبتي بسك فيه تقاليد اقتصادية تباح العائلات الى اخرى باش تدير عليها بما داخل في إطار تجارة في إطار بعض الصناعات التقليدية وما إلى ذلك خليها بسهل الموذر في الاقتصاد الجزائري انه الاقتصاد الغير رسمي والغير شفاف راهو كان يزيد مع الزمن وراهو كبر وورجع انه يضغى على الاقتصاد الشفاف هذا مشكل لما يضغى الاقتصاد الغير رسمي على الاقتصاد الشفاف معنتها ما كاش الدولة قد دولة غير قادرة عطبق قناوينها والدولة لما تكون غير قادرة معنتها إدارة ضعيفة والإدارة الحاليا منشده ما بين الإدارة ككل الإقدارة العمومية والقطاع الاقتصادي لأنه أنت ما قدرش تحكم فيه بمختلف إجراءات ليدرتها الإجراءات ربما ليدرتها تبقى غير كافية غير كافية نتكلم على 35 مليار دولار أو 3500 مليار دينار يعني هذه الأموال هذه الكتلة النقدية هذه خرج رسوم خرج الضرائب ما تدفعش ضرائب لكن بشروحوا قبل ما نعرفوا الاقتصاد الغير مهيكلة أو الغير رسمي فيه عدة أنواع بعيدا عن أنواع تكلموا على الجزائر هناك اقتصاد العملة اقتصاد العملة وعنده اقتصاد موضة غدائية والخضر والفواكه فيه الغش اللي تشوف الآن تكلموا بكل صراحة نتكلموا بكل شفافية نتكلموا على سوق السكوار نتكلموا على سوق الصمار نتكلموا على سوق العملة هناك عدة أسواق في الجزائر سعود إليك الريضاتير سي صالح سليماني هذه الأسواق من يتحكم فيها؟ هل يمكن القضاء عليها؟ كانت هناك محاولات لكن أكيد زمين غريضا أنه أن هذه الأسواق الموازية ماذا تعني؟ يعني سيتون ننكارناسيون كان ينكريز دو كنفينس كان ينكريز دو كنفينس لإخلات وكان أيضا لأكومولات لأنه إذا نعود شوية نديرو شوية تاريخ لأنه في 95 فتحنا السوق رحنا للإستيراد لأنه قبل 95 يعني كما قال كان نقدر نقول كان ننفرمالي ولكن كما قال لك إنه حياتي إنه حياتي لكي يستطيع أن يستطيع أن يستطيع يستطيع أن يستطيع ولكن بعد تحرير بعد تحرير الاقتصاد وتحرير التجارة الخارجية لولاة الامبورتاشون في الامبورتاشون بعد توصلنا أنه تخلقت يعني بعد أنه أيضا الدولة في السنوات التعينات وإذن في السنوات البحبوحة كانت الامبورتاشون يعني بشكل كبير رهيب أنه الآن الأسواق الموازية يعني اللي راهي الآن حاليا يعني تعكس نوع من الغياب الثقة وعند اقتصاد موازي يهيمن على البلاد بكل المعايير وما ينجر عنه من يعني من ديروسات أموال اللي بيجيت اللي طا بألاف الملايير حقيقة لكن الآن إذا كان وصلنا لحل الآن الحل أنه كاين بعض كما قلت بعض المحاولات اللي ربما أنا نظن يعني ما داروش أن ديبا ولا استشاروا باش يعرفوا كيفاش يجلبوا يستقطبوا هذه الأموال لحقيقة أنا نتصور أنه يعني بحكم نعرفوا المليون تكلمنا بعد التجار كبار وين حقيقة ربما ربما مش موش حيبي في الاقتصاد الرسمي أكثر من أنه كاين عدم ثقة عدم ثقة من بنوك عدم من البنوك من الضرائب أيضا وكاين الجنة الضريبية أكيد أكيد لكن الآن لازم على الحكومة أنها تشوف استراتيجي جديدة لتخليه لأنه يعرفوا لأنه كما تحكي السوق الموازرة يمشي على ديراقل ديراقل الآن هذا السوق خرج من يد الحكومة صحيح سيصالح سيمن أكيد الآن أكيد أنه كما قلت ضبط هذا السوق رح إليش تطل مو لا نشوفوه الآن كما نأخذ السوق العملة مثلا شيء خطير جدا لأنه يقولون أنه يضروا على السكوار هذا حقيقة السوق يمس يضر ربما لأنه يتعلق مباشرة بالعملة بالعملة كانوا حاولوا يدروا الأكشاك للمكاتب أوفيسيال لما أنا من عرف ما علىها لأنه يجب أن يكون هناك قانون يغير يسمح لهذا المتعاملين يعملوا وقدرين يستوعبوها ويمتصوا القوانين تقول القوانين يقول أنها راديكالية يعني لا الآن فيه بعض الزاقري يمكن أن تتضني لبعض الخواص لماذا رأهم يقول بالله الهام العمار لا يوجد كبير لازم يكون الوفرة مثلا في سوق العملة ما هي الجدوى السؤال الذي يطرح ما هي الجدوى من مكاتب الصرف فتح مكاتب الصرف لأنه مكاتب الصرف جدوى عندها موارد جي عن طريق توريزم في السياحة هم في الخارج يخشتهم كيفش مشيو أنه التوريست هو أكبر مورد لما ما كاتب الصرف في الجزائر ما توريزم عندك تبقى أول تعطيهم لا يوجد سواء لكن توجد جارية جزائرية كوزيف لهم ويبقى دايما يمشي بطريقة الندرة الندرة ما زلت كقيمة معنوية في رأس الفرد الجزائري ما انتهتش بمروره إلى اقتصاد مرحلة انتقالية اقتصاد السوق وبالتالي يبقى كابتف تحط له هذا مكتب الصرف خوذ مكتب الصرف كتجربة وعطيه عشر الاف دولار هو ما يدخلش واحد دولار في النهار باش يدير له التحويل بسح يجيوها الف جزائري يجيبونه يجيبونه المبلغ المكافئ بالدينار الجزائري وياخذونه عشر الاف دولار تاعه اذا ما بجدواه ما كحتاج دواه من الطريقة اسمح لي فقط نعطيلك القاعدة اللي لازم تبشي عليها تحليل باش يبشي تتلقى الحلول هذا اللي في السوق الموازية وشخص هو الانديفيدو واش هو مشكلته عنده مشكلة وحل في معادلة هذا الماكسيميز دي عنده المينيميز دي شارج ميخلص لي شارج بزاف على بيام يخلص لك ناس وعلى بيام يخلص لي خلص لي أخجي وعلى بيام يخلص لي بياس وحب لقا فاصيل غابيد دونطون أكوغ تاغم على المدى القصير جدا تاع شهر شهرين واش الخاصة يستحم تلقى هم يخدم اليوم البنوات غضو يخدم الدواء غضو يدخل العقار إلى آخره هذا السفا ما تخليك لا تقدر دير تصنيف على السوق الموازي أو كل حربة يبدل وبيتالي التعامل التعامل هنا كمحللين مثلا أو تدير البحث علمي إلى آخره تمشي معي بأحسن طرق الحديثة في التوصيف مثلا في الكلاسيفيكاسيون في السيغمونتاسيون إلى آخره أسمح لي أنت لقى من حل هذا المعادلة أنت أكتش الدولة تقضي عليه إذا إذا هو أحد بماكسيميزي اللي غفوينو تعو أنا طنط خيكو أسيدي نسيين كبرلو الوقت ما أخليكش في الخارج على هذه ما كاش وين جاء صيفة الربح السهل وره الميتي اللي يقول لي عليه جيب لك الربح السهل إلا بيخرق القانون حتى ميتي ووظيفة في الحياة جيب لك الربح السهل هذه من جاء مين يميز تنامي هذه الظاهرة هذه الظاهرة لا تزال مستمرة أمام آيون الحكومة الكل يعرف سوق الصمار الكل يعرف سوق الصمار الكل يعرف هذه الأمورات وكل يعرف الملايير المتدولة في هذه الأسواق هذا مفروق منه إذا نختار كحلول الجزائر ليس البلد الوحيد اللي يروا فيه السوق الموازي هذا أكيد أنه كان فيه بلدان ولكن إذا كان نعطيك الحلول لما نفهمش ربما على هذه الدولة لا تروحش نأخذ مثلا كل ما هو معلوماتي يعني كل ما هو إلكتروني تصور أنه الجانب هذا يقدر ينقص لك إلى حد كبير من السوق الموازي تكلم على العملاء الإلكترونية تكلم على مثلا على الإزامبو الإدامنستراتي المودرنزاتي هذه الإدامنستراتي الإلكتروني يجب أن يكون مودرنزة لا 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 ما سيشجعه نعطيك مثلا ما سيشجعه لنفرمال في الزهر أيضا لديك الورقة وستيلو لديك أيضا أنه المواطن الذي يحب يخدم ينفره ينفره عندما كان ينفره في سكال تقيل يعني الضغط الجيبائي الضغط الجيبائي كبير في الجزيرة تصور أنه كان شركات يقول لا تعطي ليش دعم لا أنا أخليني نعمل بصفة حرة بصفة نخلص لإزامبو ولكن البيروقراطية قتلت قاع الإسراء في الجزيرة حبيت أن نقول الآن الآن ما زال نشجع بعض الناس يقول أننا لنفرمال خير نقعد في لنفرمال ونقعد نقعد ولكن إذا سيكون أليجي نجعل الناس حقيقة نقوم بوز الريقل والناس نجم تكون لكيتي لدينا نقرب برولم لكيتي الناس ليست سواسية قدام القانون الاقتصادي العدالة المساوات في الجزيرة وكاننا نقرب هذا يجب أن الناس يجب أن تخلص بنفس التدرج نفس تكلمنا على أجانب كانوا يسير فاكتور كانوا خارج القانون ملايير الدولارات خرجت من فاكتور هذا مشكل تسهير هذا مشكل المسكين لما نتكلم على مخبر دواء في الجزائر ويستورد من مخبر دواء الأم في الخارج ويضخم الفواطير يعني لدينا مشكلة تسهير مشكلة معرفة نقص كفاءة لدى مصالح وزارة المالية البنوك مشكلة مشكلة تسهير أكيد أكيد 100% وكيف أدوات أثقلته البنوك أثقلته البنوك يعني قلت لك أن الناس يدفعون الناس يروح الانفورمال يعني خيارين يعني يحبس الانفورمال شكرا تفضل عندي فقط إضافة في هذا الميدان لأنه لما نحاول نختار حلو يجب أن تكون ربما واقعية لا نمشوش الليكسرا مع الوطر هي البيروقراطية في كل بلدان كيين بيروقراطية بيروقراطية لكي يكون في علمك يحجم ليست لدرجة التجار حلاء لكن وش يخص هذا السيغمون تعل الشركات الكبرى إلى آخره يجب أن تخدم هذا أنا حكيتها معك حتى في حد الحساس أنه يجب أن تكون تقوم بعمل من المنظمة هذا يجب أن تكون بانكاري أو آخره معنا إنه جائر جائر نظام ضريبي جائر هي الجور أراه في في المنك ديكيتي اللي كاين لأنه طو سمبل مو ركي خلقت فعل إبعاد في الاقتصاد وش سراء سراء أنه الناس تهرب الانفورمال واحد ما يحسبها وليبقوا لك لبقوا لك ليراهم ساكن يتبعوا القانون إلى خيره دايما هما اللي خلصوا كل شيء وما إله خليني برق وصلك في النقطة الحساسة نقطة الحساسة اللي قلتها أنت هي عندها علاقة بالإصلاح الإداري تعل الإدارة الإدارة ذلك أي واحد سمعت في حساس معينة أنه قريب رحيني يطلبون من الوزير يخرج يراقب لا خطأ كل إدارة في العالم ما يمكنش أنه رئيس الجمهورية يحدد الأهداف والمبادئ رئيس الحكومة يدير خطة والسياسات العمومية ثم معل الإدارة العمومية أن تخدم خدمتها وتنفذ وزارة تجارة وزارة المالية ذلك اللي يطلبوا من وزير يمشي يراقب لا والعقول الموظف اللي راهو عنده مسؤولية سمحلي موظفة ومسؤولية موشورونتي هنا يراه يأخذ في الريح يدي انسال لرسون كونتر بارتي يمشي يخدم لكن مشكلة الإدارة الجزائرية ما معروفة رئيس الجمهورية في سنوات الأولى كان يشدد على نقطتين همتين وش كان يقول كان لازم الإدارة نعتبرها ككهانوت إداري هذه برفيرنس الإدارة القديمة لأسها الصديق ولي كان وزير أحمد من دغري رحمه الله كانت الإدارة رح تمشي في طريق صحيح ثم العنصر الثاني كان يشدد على ثقافة الدولة لا كنت يغديطها ذو كان كنا نمشي لحل الإدارة الجزائرية عندنا مشكلة حقيقي في المستوى ما شاهد في المستوى السلطات العليا في مستوى لا في مستوى في الوزارة المدارأ العامين والمدارأ المركزيين ثم على المستوى الولائي المدارأ الولائيين أسمح لي مدارو يلاقي يمشي يخدم خدمته هو اللي لازم يقترح للمسؤولين السياسيين طرق عمل في ديسيميلاسيون ثم هم يقبلوا وما يقبلوش هذا نمط جديد من هذا هذا اللي يكلم لك هو المناجمنت هذا المناجمنت الحقيقي الآن هي غياب المناجمنت كل مناصب أي شخص موش بسؤول في الله كما قال الأستاذير أنه نعطيك مثال على القرار القرار هنا في الجزائر يتميع عندك مثلا أنه توريتي قرار ما يلحقش سواء ما يتطبقش ما يلحقش يعني يروح في غياهي بالإدارة الإدارة الإدارة ما عندهاش أنا من الناس اللي أيضا حتى في العالم الادمينيستراسيون يجب أن يكون المترجمات كما شركة كما شركة اقتصادية لازم الإدارة في الاندارة في الاندارة الإدارة إذا كانت الاندارة فسكال ستين الإدارة هذه قال في العام سهلت من خلق المناصب أو من خلق الشركات دلوها هدف يعني دلو هدف ما يجي بوش يمدلها يتكون عندها لموايا يكون عندها الكفاءات لأنه سيريو وليزم هذا الردع لكي تردع الردع لازم يكون عنده قوة وانت تتكلم عن الردع سي صالح السليماني الحكومة الهندية هو الوزير الأول الهندي هو الذي تعهد بالقضاء على كل الأموال المهربة والأموال المكتسبة بطريقة غير قانونية لهذا في 8 نوفمبر الحكومة الهندية تطلق تعلن عن تغيير بعض فئات أوراق المنقذية 500 وألف روبيا راح تلق القيمة الكبيرة لأنها كان يخزنوها المضاربين كان يخزنوها وكان سهلا باش تتنقلها للتبييض أيضا يعني شوف هذا إجراء التخذات الحكومة الهندية كما نقول هذا قرار مفاجئ أيضا مفاجئ هو كان في الليلة ليلة الثامن مفاجئ لأنه يعرف كيف يمشي السوق الموازي السوق الموازي سادابت سادابت وليس لن تذهب لأنه في ظرف شهر نقدر نقول العسيني العسيني الحكومة الأموال في هذا الحق آخر خبر في الآخر نسمع فقنا مثال هذه الدول هذا الرئيس ترمب هذا هدد شركة جابانية كبيرة معروفة طيوتا لأنه هي مشت تفتح مصنع في الميكسيك هحب يطبق عليها ضريبة كبيرة جدا من ناحية النسبة باش يمنع هذا الشركة ما تصنع ليش في الميكسيك وتجيد بعيلي في الولايات المتحدة إذن كل واحد لازم يدافع على مصالحه نحن مطلوب من الإدارة العمومية أنا تقوم أكثر نعود إلى الإدارة بخصوص هذا الإجراء القرار الذي تخذته الحكومة الهندية هل يمكن تطبيق هذا القرار في الجزائر يعني إلغاء أوراق ألفين دينار وأوراق ألف دينار أو استبدالهم استبدالهم الاستبدال العملة كان عدة شروط عدة شروط اقتصادية عندها علاقة بسعر الصرف عندها علاقة بمقابلات الكتلة النقدية لدى البنك المركزي الذهب وعمولات أجنبية وما إلى ذلك عدة متغيرات لكن هذه تقدر تكون محل دراسة ما فيش مشكلة تبدأ تقدر تقوم بالعملية وتدير تغيير تدريجي للعملة تربح تربح أنه يمكن تسترجع الأموال لأموال هنا مراك في محل دراسة الضائرة الاكتناز تيزوريزاسيون ناس يتخبي في ديارها المشكلة أنه ملايير يخزن في الديور ومتحت الأرض وما إلى ذلك تعاود ترجع لما تعاود ترجع يمكن أن تفرض عليها القانون تقول جبت لي 20 مليار بسحركة عندك دروات 8 شي غير 100 مليون هل يمكن الحكومة أن تقوم بهذا الإجراء في دل أنا نقول قبل ما نوصل هذا الإجراء كما قال هذا إجراء من بين ستينوبسيوم يقدرون ولكن يمكن أن يكون إجراء رادикالي ويكير لك فوضى يقدر 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 يجب أن ندرس والتابعات والنتائج نشوف لكن نحن نحن نغياب الديبع غياب النقاش أمر كما هذا نجيب الناس مختصين يعرف نتكلم لك نعطيك مثال قبل ما نروح مثلا الانفورمال قبل ما نروح هذا كجانب فقط والأستاذ رضا تيري تكلم على قطاع الصناعة والسيارات اليوم وزير الصناعة والمناجم تكلم حقا عن المناولة وتكلم على مصانع تركيب السيارات تكلم حالته على قضية بجون نشوف هذا التصريح لوزير الصناعة والمناجم ثم نعود لاستكمال نقاش السيارات كنا نستورد فيهم 600 ألف سيارة في السنة هذا نهار جيد لقد قلت لقد قلت 90 ألف ولكن سوف نظر في الإنتاج المحلي سوف نظر في الإنتاج المحلي في الناس يقول لكم لاستطيع تركيب الهاتفاقين كما تبدأ كلهم يبدو المحلي الحمد لله أن في المحلي في دمارة في المحلي يفعل ترجمة نانسي قنقير مرحبا مجددا حدث تم تسجيله اليوم يجب أن نقف عنه نهاية الأسبوع بخصوص الوزير تكلم كذلك عن قضية وجوح قال أن الجزائر لن تتنزل عن شروطها بخصوص لفر يعني الآن تفاوض من موقع قوة لا أكيد أكيد بالرغم من كل ما يقال أنه حقيقة شيء إيجابي نبدأ بالتركيب في الشركات التي ستتوافد وهذه حاجة مليحة حتى فيزا فيد فيزا فيد نعم فولزفاق المثلين شركة يعني ما تاخدش قرار يعني عفويها يعني إذا ما شافتش باللي صح سيرون طابل سيفريمون يعني راح تستفيد ما تجيك الجزائر يعني وهذا ورانا نسمع بليك شركات كل يعني راح تتوافد حاجة حقيقة مليحة بخصوص برجو قضية برجو سيدة ريضاتير الآن يعني الجزائر لن تتنازل عن شروطها الآن يعني تفاوض من موقع قوة هو القضية ككل بحيش قضية بجولة لكن خلقنا أزمة يعني لما قلنانا الأسراط خلقنا أزمة في السوق وتفعت الإسعار للسيارات المستقبلة هذه أكور تارم كلام الوزير معقول جدا لأنه لازم تبدأ بهذه الطريقة فقط لازم تضمن أنه لهذا الصناعة نشئة على السيارات تضمن لها أن يقدروا يديروا المناولة فيما بعد لكن الوزير هذي يرى أمام الأمر الواقع لازم يمشي إن ينشأت الصناعة حجم اللي لازم نقولوها ولي تضهرب ما بين الأسطور هنا لم في كلام الوزير أنه انتقلنا للنوعية ركت التعامل مع بوجو مع فولسفاغن إلى آخره إلى وقت قريب كنت تتعامل مع أردأ المصنوعات الصينية وهي واحدة مسبة لشجعات الانفورمال في الزير أنه تجيب بروديدومو فيسكاليتي ملاشين ومبعم عدة بسمها لاشين وعدة بلدان سيوية أخرى هذا خلاص ينتهى هوا مثال تعالسيارات نبشي لأحسن المعالمات الأوروبية إلى خيره ونخليها على المستوى المتوسط تحسن الوضعية نعود إلى الموضوع الرئيسي للحصة بقيت دقيقتين فقط الوزير الأول هذا المسابق قبل قليل تكلم أنه هناك أيدي تريد خلق البلبلاء في الجزائر سيد صالح سليماني الآن هل حكومة آتت الفرصة لهؤلاء من أجل خلق البلبلاء أم هو موضوع سياسي حقا هناك أمور أخرى تتعلق بالأمور بعيدا عن سياسة نعم نعم بعيدا يعني نعم زيادات في الأسعار وكبه شوف هي من وفروش الشروط ليخلي أن الناس لازم يكون كما قولوا الأمر ما هو الأمر الأمر الآن لازم يكون أنه نحيق على الأعذار هذه الأعذار والمسببات لتخلي الناس أنه يخرج يعني حقيقة تخريب هذا شيء مفرغ منه يعني حقيقة أسلوب غير حضاري لكن لازم من ناحية الدولة تعمل أنها بكل جهد أنه تنحي كل المسببات لتخلي أنه الناس لفرصة لأي واحد يعني من أجل خلق البلبلة هذه المشكلة الأحداث هي مشكلة نجي مع الضحف الاتصال لدى الحكومة ككل هي مشكلة أنها مرحشت لما الوزير الأول يقول لك ما هيش خطيرة حققا ما هيش خطيرة لأنه ربما بعض الأعمال الفوضوية في مكان إلى خيره نجي معا عن عدم فهم لقانون مالية مثلا أو حتى الناس اللي هتكلم على قانون مالية ربما ما قرأتهش وبتالي تمشي في التوعية تمشي في تحسيش تمشي في الاتصال لا هناك تجار فرضوا قانون مالية تكميلي آخر على المواطن لا أصبر قانون مالية تكميلي لازم لهم في غياب المرقب لازم لهم تطبيق القانون تطبيق القانون واخرج أعوان رقابة إلى الأسواق مشاهدينا إلى هنا نصل إلى نهاية هذا العدد من برنامج النقاش الاقتصادي أشكر ضيفية الكريمة السيد صالح سليمني الصحفي المختص في شؤون الاقتصادية وكذا الدكتور ريضا تير الأستاذ الجامعي والمحلل الاقتصادي نشكركم على حسن الإسخاء والمتابعة الأسبوع القادم نقاش جديد قضية جديدة من قضايا ونقاشات الاقتصادية نهاية أسبوع سعيدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة